السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة الراعي الرسمي لايام الساعة وايام الشتاة هنعمل مع بعض النهاردة العتس طبعا حبيبي الملايين بيدفي جدا في الشتاة في فيتامينات راهيبة لو فضلنا نقول عليها من هنا لبكرة مش هيكفل اليوم بيدفي جدا 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 وكمان بيسموها زمان لحمة الفقير يلا بينا نعمله بطريقة سهلة جدا هنعمله بطريقتين هنعمل العتس شربة وهنعمله بشعرية فلو حابة تعرف الطريقتين يلا بينا على الفيديو اول حاجة معايا حلع النور هسيبها تغلي هحط معاها بصلية اطعوها شرايح وجزرية وطمطمية وطمط حوالي تلات اربع فصوص طم البصلية بتاعتنا وسط وهسيب طبعا هسيبها للمية بتاعتنا تغلي وهكون غسلة المنائية اهم حاجة ان يكون منائيين العس ده كويس جدا وغسلينه يعني غسلينه كده تلات اربع مرات علشان بيبقى فيه شوائب وحاجات مش نضيفة فمن الافضل احنا نغسله تلات اربع مرات ونسيبه يصفي وبعد كده ننزل به على المية السخنة او المية اللي بتغلي وهنغطي عليه ونسيبه يعيش مع نفسه حوالي كده نص ساعة اا اا او اكتر شوية على النار هادية انا بشتغل على النار هادية هتديكي نتيجة افضل اا طبعا اا العدس بيفور يا جماعة خلي بالكم دين العدس بيفور وهيبهدل الدنيا واني بس انا بحزرك يعني لازم تشتغلي على النار هادية علشان العدس بتاعنا بيفور وبيبهدل الدنيا هنجيب الهندبلندر بتاعنا بعد ما عادة نص ساعة والعدس بتاعنا والجذر والطماطم والبصل والحاجات دي كلها اا استويت هجيب الهندبلندر وهضرب بقى العدس بتاعي زي ما انتم شايفين كده هنضربوا ضربة كويسة جدا انا كنت حابة اسألكم الكطعة بتاعت الهندبلندر دي بتتغير يا جماعة لانها عندي بوزت ويعني حاولت ان انا ادور عليها مش لقياها فانا عايز اعرف هي بتتغير ولا مش بتتغير هو كده يعني بوز ارمي واستغنى عنه واجيب واحد تاني ولا عامل ايه هو كويس جدا بس الكطعة بتاعت الهندبلندر دي اللي بتلف في في المطور اللي بيشتغل دي بوزت عندي حتى انا مسكاها باداية كويس لانها بتلف على الفاضي ولزقاها بلزق كمان بس ده كله برضو مش جايب نتيجة فاللي يعرف حياريت يكتبلي في الكومنتات هل هي بتتغير ولا كده الهندبلندر بتاعي خلاص شكرا اا هضربوا زي ما انتم شايفين كويس جدا لحد لما ينعم كويس جدا اا تقدر يتصفيه تقدر يلقى لكن انا ما بحبش اصفيه انا هضربوا كويس اوي 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 ممكن لو مش عندك هندبلندر هتسيبيه لما يبرد وهتحطيه في الخلاط وهتا تضربيه تلات اربعة ضربات كده وبعد كده هيكون نعم ومية مية هنبحر العدس بتاعنا في الفلاسمر وكمون وهنحط الملح بتاعه انه زبطت الملح بتاعه هنحط معلات ملح صغيرة هنجيب بقى حلة تانية وهحط فيها كده معلات زيت وهحط بصلايا مخلطها هنعم زي ما انتم شايفين كده وهسيبها هتدبل بس دابلين كده ايه يبقى لونها بس دهبي كده بحيس ان انا مش عايزها تتحرق وهنزل عليها بالشعرية طبعا انا بقطع بس البصلايا اللي حاسها هنهي كبيرة شوية هنزل عليها بالشعرية وهقلب لحد لما لونه يبقى دهبي فياتح برضو طبعا ايدي في الشعرية مش هسيبها خالص خالص لحد لما لونها يبقى دهبي للجميع بتاعنا ايدي فيها زي ما انتم شايفين كده مش هسيبها خالص علشان الشعرية اصلا من اكتر الحاجات اللي هي في سانية ممكن تتحرق منك فلازم تفضل ايديك فيها وتفضل يوقفها جنب منها علشان مش تبقى واحدة متحمرة واحدة بيضة ده الشعرية بتاعتنا بدأت تدخل في اللون اللي احنا محتاجينه هننزل عليها بقى بشربة عدسة انا هخلي نص الشربة دي هحطه على الشرية ونص هسيبه شربة لوحده علشان اللي حابب يشرب كتاب راحته واللي حابب راحته طبعا بهدلنا البتجاز فما حدش يبص على البتجاز يعني يا جماعة احنا بهدلنا بس عادي كل ده هينضف بعد ما نخلص طبعا زي اي حد في الدنيا انا بزعل جدا لما البتجاز بيتبهدل اي واحدة في الدنيا ما كاني بتزعل برضو بس يلا يعني من لي هسيب بقى شربة العدس بتاعتي دي دوبك تاخد غلوة بسيطة مش اكتر هزود عليها حكي حوالي كده كوبية المية بحيث ان هي تبقى سمكها مشتخين اوي وهحط الملح بتاعها زبط الملح بتاعها واسيب هتاخد غلوتين وبعد كده كده يبقى الشعرية بتاعتنا او العدس بشعرية بتاعنا بقى مية مية هحط هنا بقى معلقة سمنا بلدي اه دهنضاني اللي انت حاب تحمصي بالعيش انا مقطع العيش هنا قطع صغيرة اه بحيث ان انا هحمصه يبقى جنب العدس بيبقى طعمه حل وقوي حطت معا كمان فاص التوم بيدي تستحل وقوي للعيش فاص التوم مفروم ناعم وافضل احمص كده في العيش لحد لما ياخدوا اللون الجميل بتاعنا كده العيش بتاعنا بدأ يتحمص وهو بدأ ينشف وتعمه اصلا بيتاكل كده الواحده اه ادمان يعني هنبدأ بقى نغرف العدس بتاعنا والشربة والشعرية طبعا انا نحط العيش دوات مع العدسة بشعرية طعمه ادمان وحلوة قوي لازم تجربوه بجد بجد حلو قوي 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 وبيدف جدا والشعرية مستوية هي جميلة مش مع الجنة ولا حاجة ومع العيش اللي بقى المقرمش ده تحفة لازم تجربوه اعجبكم الفيديو بمسوش تحطو لي لايك وتعملوا شير وفولو لو على الفيسبوك ولو على اليوتيوب تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش الكومنت الجميل بتاعكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة